يا شباب الجيل يا وجستنا يا ابتسام الأمل المرتقبين يا شباب الجيل يا وجستنا يا ابتسام الأمل المرتقبين قد مضى عهد بغيض ذكره فاعيد سيرة المجد الأبيل يا شباب يا شباب يا شباب الجيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جيل التحرير مستضيفين معنا فضيلة الأستاذ محمد نور حمدان عضو المجلس الشرعي في محافظة حلب أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد نور أهياكم الله تكلمنا فيما مضى عن دور الرجال ودور العلماء ودور هذه المدارس في إنشاء جيل صلاح الدين الأيوبي نريد أن نعطي حق النساء كيف كان أو ما هو دور النساء في تلك الفترة هل كان لهم دور واضح أثر واضح في عملية الإصلاح والتجديد في تلك الفترة في الحقيقة عندما نتكلم عن المرأة في التجديد والإصلاح لابد أن نعود في السيرة النبوية لابد أن نراجع كيف كانت المرأة المجاهدة كيف كانت المرأة الوزير الأول كيف كانت المرأة العالمة المحدثة كيف كانت المرأة التي تشارك في الحياة السياسية منذ 1400 عام عندما كانت الحضارات الأخرى التي تفكر في المرأة وما هو وضعها كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركها في جميع في شؤون الحياة العامة الحياة السياسية البيعة الشورى الجهاد الوزير الأولى يعني إذا بدأنا في خديجة رضي الله تعالى عنها وكانت الوزير الأول في الإسلام عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته وعندما نزل عليه الملك في غار حراء ولم يعلم ما هو هذا الذي نزل رجع إلى خديجة رضي الله عنها ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني فماذا فعلت خديجة في ذلك الوقت أخذته إلى ورق ابن نوفل وكان رجلا عالما فساهمت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤنسه آوته عندما طرده الناس أغنته عندما يعني ابتعد عنه الناس نعم كانت تساعده في جميع حياته الدعوية ليس في حياته العائلية وإنما في حياته الدعوية كانت سنة دايلة في كل حياته نعم حتى عندما توفيت كان ذلك بعام الحزن هل ننتقل إلى أم عمارة نسيبة بن كعب المازينية التي باعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعت العقبة وشاركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وغزوة حنين في غزوة أحد شاركت هي وزوجها وابنها وعندما شاركت في هذه الغزوة ذهبت بداية الغزوة من أجل تطبيب المرضى من أجل أن تعتني بهم لكن عندما وجدت اشتد الخطب في تلك الغزوة وقفت كالحصن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت أم عمارة تدافع عني وفي تلك الغزوة جاء ابنها وقد أصيب في الغزوة فضمدت جراحه وماذا فعلت بعد تضميد جراحه لم تجلسه في البيت وإنما ذهبت وقالت له قم فقاتل وقام فقاتل في غزوة أحد فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حسن بلاء أم عمارة في تلك المعركة قال لها سلي يا أم عمارة ما تشائين فماذا طلبت أم عمارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له أسألك مرافقتك في الجنة فقال هي لك يا أم عمارة هذه هي أم عمارة المجاهدة وبقيت في هذه الحياء الجهادية حتى شاركت أيضا في غزوة اليمامة وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل ابنها قطعا قطعا قتله مسيلم الكذاب وتقول أم عمارة لهذا أعددتك يا بني سبحان الله هل ننتقل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة العفيفة النقية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تحفظ الحديث من أجل أن تروي الحديث هناك شؤون خاصة لا يمكن أن يطلع عليها باقي الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة فكانت عائشة تروي روت أكثر من خمسة آلاف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف السيرة روتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها دور كبير في عملية التشريع خاصة في الأمور الزوجية أنزل الله عز وجل براءتها في سورة النور وقد اتفق الفقهاء على أن من سب الصحابة فهو فاسق آثم عاص أما من سب عائشة رضي الله تعالى عنها فهو كافر لماذا هو كافر؟ لأنه الخالق نصا صريحا في القرآن الكريم يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين عندما رموا واتهموا السيدة عائشة في الزنا فنزلت براءتها في عشر آيات من سورة النور عما نتحدث عن أم سلمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرها والتي أنقذت الصحابة من مهلكة في صلح الحديبية لو توطينا لمحة عن هذا الأمر التاريخي نعم عندما كان هناك صلح الحديبية وكانت البنود في الظاهر لمصلحة قريش فالصحابة اختموا وحزنوا حزن شديدا من هذه البنود وأنهم كانوا في مركز قوة وقد أعطوا البنود ووافقوا على البنود وطبعا كانت هناك توجيهات إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم بالقبول فعندما أمرهم بالتحلل من أعمال العمر والحلق والذبح فلم يستجب الناس فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيمته وكان حزينا ومختما فقالت له أم سلم ما بالك يا رسول الله فقال لها هلك الناس لا يستجبون لأوامر رسولهم ومعلوم أن من لم يستجب لأوامر الرسول عرض رسول المهلكة نعم سينزل الله عز وجل العذاب فقالت أشارت أم سلم للنبي صلى الله عليه وسلم استشارة أن اذهب يا رسول الله فتحلل من أعمالك واحلق واذبح يعلم الناس أن الأمر يعني يتبعونك كسنة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق وذبح فاستجاب الناس لهذا فأنقذت أم سلم جيشا بكامله كذلك الأمر بالنسبة لمكانة الأم يعني مكانة الأم في الإسلام لو تعطينا أيضا نمحة عنها يعني يعني إذا رجعنا إلى السيرة أيضا نرجع إلى مشاركتها في الحياة السياسية عندما ذهبت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم انتذبها النساء اختار النساء وامرأة من أجل أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطالب بحقوقهن فقالت له يا رسول الله ما بل رجال أخذون الحقوق كاملا وكذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها فكانت موفدة من النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطالب بحقوقهن فالمرأة شاركت في الحياة السياسية من خلال البيعة عبد الرحمن بن عوف في زمن سيدنا عثمان عند تولية الخلافة يقول حتى استشرت العذارة في خدورهن يعني البنات في خدورهن في بيوتهن استشارهن ببيعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فشاركت المرأة في الحياة السياسية أدت صوتها من أجل الانتخابات في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم شاركت في الجهاد شاركت في العلم هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بخلاف ما يدعيه العلمانيون أو بعض المستشيقون من أن الإسلام يعني أخرج المرأة خلص المرأة من وأدها من وهي صغيرة إلى وأدها بالحجاب وعدم مشاركتها في الحياة نعود لسؤالنا هل كان للمرأة دور في عملية الإصلاح والتجديد في فترة ظهور جيل صلاح الدين هذا ما نتعرف عليه بعد الفاصل عودة إلى سؤالنا الذي استطرحناه قبل الفاصل هل كان للمرأة دور ظاهر في ظهور جيل صلاح الدين الأيوب حيثما كانت الأمة المعافاة الإسلامية تعتمد على دور الرجال المصلحين وعلى دور النساء المصلحات عندما نتكلم عن جيل التحرير عن جيل صلاح الدين الأيوبي نتكلم عن المرأة في تلك المدارس التي تأسست وكان لها دور كبير في هذه المدارس فلنبدأ وأريد أن أعطيك أسماء العالمات التي كان لهن دور كبير في إخراج هذا الجيل جيل التحرير منهن الشيخة تاج الدين زوجة ابن الشيخ عبد القادر وأم ولده كان قاضي القضاة يعني عائلة إمرأة ساهمت لها دور في ولدها كان قاضي القضاة زوجها كان ابن الشيخ عبد القادر الجزائري حيث درست مع زوجها في المدرسة القادرية وصارت من العالمات الواعظات الشيخة فاطمة البغدادية التي درس عليها عدد كبير من خريجي المدرسة القادرية وكان ممن درس عليها ابن قدامة ابن قدامة المقدسي نعم الشيخة شهد بنت أحمد المعروفة بفخر النساء وأصبحت من كبار العلماء وقاضة الإصلاح حتى حدث عنها ابن عساكر يقول الشيخ الموفق موفق الدين ابن قدامة عن هذه المرأة انتهى إليها الإسناد في بغداد وعمرت حتى ألحقت الصغار بالكبار وكانت تكتب خطا جيدا إن شاء الله متعددة المواهم كانت علمة في الإسناد كانوا يطلبونها في إسناد الحديث الشيخة فاطمة الجزدانية وصفها الذهبي بأنها أسند أهل العصر مطلقا في علم الحديث درس عليها الكثير من الرجال والنساء وهذا غيض من فيض من المدرسات التي كنا يدرسنا في زمن جيل صلاح الدين الأيوبي وفي تلك المدارس التي توزعت على امتداد العالم الإسلامي والتي كان يأخذ منها العلماء والتي كان يأخذ منها المشايخ فكان لها دور كبير وأسهمت في إخراج جيل صلاح الدين الأيوبي إذن عملية الإصلاح كانت بالتشارك فيما بين الرجال والنساء كلهم حسب قدرته ومجال كان الرجال يطلبون العلم منهن يعني الشيخة فاطمة البغدادية أخذ عنها ابن قدامى المقدسي الشيخة شهد أخذ عنها حدث عنها ابن عساكر حدث عنها السمعاني وأبن الجوزي حدث عن هذه المرأة أشيخة فاطمة وصفها البابي أن أسند أهل عصرها نعم هنا ننتقل من تلك الفترة إلى وقع الثورة السورية لو تعطينا لمحة عن دور المرأة في هذه الثورة السورية المباركة للمرأة كان دور كبير في الثورة السورية وخصوصا في وقت السلمية وتعرضت المرأة في وقت السلمية للاعتقال وتعرضت للملاحقة وأنا أعرف أسماء كثير من النساء اللواتي شاركنا ومن الملاحظ أنه في وقت السلمية يعني في أحد المظاهرات مظاهرة الإذاعة التي استشهد فيها الشهيد عبدالواحد هنداوي رحمه الله رحمه الله أنا كنت موجود في تلك المظاهرة كان عدد النساء أكثر من عدد الشباب حتى أنه في بعض البيوت في الإذاعة عندما كان يصاب الشباب يأخذون إلى مشافي ميدانية كانت هذه المشافي الميدانية فيها نساء وحدثني من النساء أنه عندما دخلوا إلى تلك البيوت وجدوا أكثر من أربعين امرأة وأكثر يداوين الجرحة إن شاء الله نعم فالمرأة يعني أم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد والشهيدة والمجاهدة في وقت السلمية يعني كان لهم دور كبير في الثورة السورية نعم هل هناك أيضا أعمال إغاثية وإنسانية لهم دور فيها بشكل ظاهر؟ يعني العمال إغاثية واضحة يعني الآن فتحنا إلى العمال الإغاثية الجمعيات التي شارك المرأة فيها في الثورة السورية تجد الدور الأكبر للمرأة إذا الأمور التعليمية إذا ذهبنا إلى المدارس نجد أن النساء الأكثر لهم دور أكبر إذا ذهبنا إلى مجالس الأحياء أيضا مجالس الأحياء أيضا نجد المرأة دور في الثورة السورية فلذلك نتفائل في الخير عندما تجد أمة المرأة والرجل يشاركون ويحملون هم الأمة فلا تخاف على هذه الأمة لماذا؟ لأنهم يحملن هم الأمة كما يحمل الرجال هم الأمة يحمل النساء هم الأمة ابن تيمية أريد أن أذكر هذه القصة ابن تيمية رحمه الله ذكر أرسل رسالة إلى والدته وقال لها بأنه مشغول في الجهاد ويعتذر منها لأنه لا يأتي إليها كثيرا فتقول أم ابن تيمية طبعا ابن تيمية أروي عنها تقول لمثل هذا أعددتك لمثل هذا أعددتك ونعم النساء فالمرأة هي التي تعد الرجال هي التي تصنع الرجال هي التي تحفز الرجال على التحرير هي التي تحفز الرجال على حماية الأراضي يجب أن تلعب هذا الدور فإذا لم تلعب هذا الدور فهذا مؤشر على أمة ميتة لو توجه لنا الآن أو تعطينا رسالة إلى أمهات وزوجات وأخوات إلى زوج الشهداء من النساء لو توجه لنا كلمة أو رسالة لمن يتابعنا من الإخوة أخوات يعني أولا أقول أن أم الشهيدة يجب أن نقبل رأسها وأننا كلنا أولاد أم الشهيد كلنا أولادها والله أعرف حوادث واقعية لنساء فقدنا أولادهن لنساء فقدنا أزواجهن وهن صابرات على مواقع المرابطة الصبر الذي أعطاه الله عز وجل إياهن يعني غريب والله الرجال لا تستطيع أن تتحمله لذلك نقول لأم الشهيد أننا نحن أولادها ونحن إن شاء الله سنكون أولادها ونقول لها إصبري فإن شاء الله لقاءنا سيكون في الجنة مع الشهداء الشهداء لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الموت بل هم أحياء عند الله عز وجل يرزقون عند الله تعالى هم سبقون إلى الجنة وهم سيشفعون في أهلهم سيشفعون في أولادهم سيشفعون في أمهم أقول أيضا للمرأة العاملة أن يجب أن تبقى على هذا الدرب العمل والكفاح فالكفاح للانتصال لا بد أن يكون للرجل دور وللمرأة دور والثورة السورية خير مثال على ذلك نشكركم جزيلا الشكر على ما قدمتموه لنا شكرا لكم وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا نشكركم على حسن متابعتكم لنلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب الجيل يا وجستنا يا ابتسام الآمل المرتقبين يا شباب الجيل يا وجستنا يا ابتسام الآمل المرتقبين قد مضى عهد بغيض ذكره فاعيد سيرة المجد الأبيل يا شباب يا شباب يا شباب الجيل يا شباب الجيل يا شباب الجيل يا شباب الجيل